فيه اشياء راح اشرحها قبل ليبدل الفيديو واحد ما راح تسرح كيف تجيب الموارد حقد الشي عشان تصنعه ثنين راح تكون في الزاوية لا ليه لا تحتاج عشان تصنع الشي واذا كان الشي اللي من ديك تصنع من وما ترسبن راح تطلل لك صورة البوابة ثلاثة ما راح اشرح تاب حق الشخصية او الكرافتنج الخاص حق الشخصية الحين راح اشرح اسامي التابات الاساسية اول تاب موجود واللي هو تاب الادوات واللي بعد على طول تاب النور تاب النجاة تاب الاكل تاب العلم تاب القتال تاب البناء تاب البحار تاب الصناعة تاب السحر تاب الارتداء واخر تاب الادوات المين ديك تبنيها او مين ديك تحرك مقارنة واذا قربت من اي واحدة راح تطلع عليك زي كده واذا بععدت عنها راح تغطفي زي كده والحين صار كل شي واضح يلا نبدو المقطع بواو الكرافتك عندنا واللي هو الاكس ينديك تقط تخشب بشكل اسرع بانك تدبل كليكات كل الادوات الذهبية فايدتهم محدة بس واللي هي تصمد اكتر قبل تنكسر كرافتك الثاني واللي هو بيكاكس وانك تدبل الكليكات راح يكون اسرع بعد بيكاكس مجي يكسر اشياء غير الحجر زي التمثيل اللي عند حدث القمر كرافتك اللي بعده واللي هو الشابل ينديك بعد ما تحفر المشرم من الارد تاخد حبيه اضافية بس المشرم رايح اختفي من العالم ينديك بعد شيل البيري من الارض ومديك تحطهم جنب بعض عشان كون تجميع اسهل بس اول مسترع راح يكون شكل زكيد وما راح تنتج بد عشان امديك تحصدها لازم تعطيه فرتلايزر اسهل طريقة تجيب فرتلايزر انك تحول الورد للعفن الطريقة انك بس تجمع ورد تستناني ما يعفن تجمع كثير ما تبغل من برود لا تخاف ما راح تختفي من العالم في الربيع راح ترجع ثاني مرة ايه يمديك تشيل سابلنج وقراس بعد القراس يحتاج فرتلايزر اما السابلنج ما يحتاج بعد ما تسوي ارض زراعة راح يكون في حجر هنا يمديك تشيل البشفل الكرافتك اللي بعد يمديك حفر الارض في اراضي لزراعة بس بتاع حفر الارض عشان تحط السيد عشان تتعول خضرواته وفواكه الكرافتك اللي بعد المطرقة يمديك تكسر ايشي حتى المباني لانت بنتها ويمديك تشيل المورن بالمطرقة حتى انتاخذه معك يمديك تخفي موتك وانك تكسر جثتك يمديك تكسر العظام الموجودة في الصحراء الكرافتك اللي بعد اللي هو البشفورك اللي راح يمديها تشيله يرضيه من الارض هو فقط للزينا طبعا ويمديك تحول سحراء زي كده الى الشكل زي كده الكرافتك اللي بعد يمديك تحبيه من ايبي حيرة الا الباحة تستخدم الكعطي موين لنباتات حقتك الكرافتك اللي بعده نفس الشي بس انه يسمد اكثر الكرافتك اللي بعده اللي هو موس يمديك تحلق بفله واذا كنت ولسن او وبر يمديك تحلق لحياتك الكرافتك اللي ريشة يبغاك تحط الشي قدام لوحة بدين ترسمه ويمديك تنسى خريطك عشان تعطيها اخوياك واذا عطت اخويك خريطة وخريطتك راح يندمجون الكرافتك اللي بعد بس انتقيس كموزن السمكة وما لا فايدة بس انت تتفاخر الكرافتك اللي بعده واللي هو جرس واذا عطيت بفله يمديك تسميه واذا كان الجرس معك البفله راح لك واذا دخلت ورمهولا وكاف البفله راح استناك في الجهة الثانية اذا نزلت الجرس على الارض البفله راح يكون عنده واخر شدة كرافتك ما راح يشرحه الحين بفضل انا اشرحه مقطع خاص للبفله فهذا كان اللي عندنا مع السلامة